اشتركوا في القناة المجتمع الدولي باعتباره الحل الأمثل لهذا النزاع باعتباره المخرج المشرف لجميع الأطراف هذه القضية الرسالة هي أن هذه الأقاليم اندمجت في الوطن وأنها تعيش تنمية متقدمة وأن هذه أرادة ساكنة من خلال مشاركتها الكثيفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة والانتخابات المحلية عبرت ساكنة الانتخابات المحلية والجهوية خصوصا مجلس المستشارين ورؤصاء المجالس الجهات والجماعات المحلية شكلت ساكنة عبرت عن إرادتها في الوحدة والاندماج عفوا على مقاطعتك أنقل هذه الفكرة لسيد محمد من خروف حتى أعطي له الحق في الرد أو الكلام هنا معنا في السيديو سيد محمد من خروف سمعت إلى وصف سيد نور الدين بلال الإدريسي أريد أن أنبه الأخ المغربي أنه قدمته منذ قليل أنه عضو مؤسس في منظمة البوليزاريو وأنه عضو أيضا في منظمة الملكية عضو سابق في المجلس الملكي للتشاري للجهون الزهروية وأنه يقيم في الرباط منذ 1973 والمناطق المحتلة اجتيحت في 1975 كيف يمكن أن يفسر هذا؟ نحن لا نتحدث عن رقص بعينهم سيد محمد من خروف نتحدث هنا عن مسألة الصحراء الغربية وفقط هناك ربما مقال سمع أعطيك الكلمة سمعي لي أن أتحدث عن هذا المقال لا شك الأختي الكريمة عن المغالطات اللي روج لها هذا السيد ضيفك الكريم مغالطاته يتعبر يقول على الجزائر موقفة حيادي ولكن هو تدخل بالتوصفات الموسيئة للجار المغرب وللشعب المغربي الشقيق تعبر عن نوع من التدخل السافر في قضايا المغرب خصوصا أنه تجاهل إرادة سكان لقالم الجنوبية من خلال أعيانهم من خلال شيوخهم من خلال جمعية 75 المقالطة الثانية هو يقول أنه أنا ساكم أرباطنا في 73 أنا مؤسس في البوليساري 73 كنت موثل البوليساري في ليبيا وفي سوريا وكنت عظم الكتب السياسي لأصحح معلومات السيد الخاطئة نقطة أخرى أنا الآن بعد 40 سنة من المهاترات ومن معاكسة إرادة الشعب المغربي ومعاكس مرادة إرادة الأغلبية الصحراوية في الأقالب الجنوبية أن يتعقل الجميع وأن يعود إلى منطق حسن الجوار وهذا هو السؤال الذي يطرح سيد نور الدين بلالي والسيد محمد من خلوف عفوا هذا هو السؤال الأساسي أين هو مستقبل هذا النزاع حول الصحراء الغربية كيف يتم حل هذا النزاع كيف يتحرك المغرب بهذا الخصوص هذا هو السؤال الذي يطرح ما هي الخطوات التي ستقوم بها الرباط؟ المغرب لا يرى أبدا من المعقول أن يفرض رأي أقلية في تندوف على الأكثرية الساحقة الصحراوية التي عبرت عن مواقفها في مختلف المحطات في مختلف المناسبات في الانتخابات من خلال الهيئات الصحراوية لماذا قامت الجزائر بوما بأخذ الجنسية أو منزع الجنسية الجزائرية عن بعض المناضلين الصحراويين والذين كانوا في جبهة البوليزاريو مثل محجوب السالك مثلا فقط لأنهم قالوا بأن الجزائر تسعى إلى عدم حل النزاع في الصحرا يعني هذا السؤال يطرح محجوب السالك ليست الجزائر هي التي تسعى إلى حل في الصحرا بل هذا الملف موضوع فوق طاولة منظمة الأمم المتحدة من يمول البوليزاريو سيدي؟ المنظمات الإنسانية الموجودة في أوروبا المنظمات الغير حكومية الموجودة في العالم هي التي تمون الشعب الصحراوي الموجود في المخيمات وأكثر نسبة منه الموجودة في المناطق المحتلة الذي أشار إليه الأخو والذين هم تحت التعذيب تحت الإضطهات قمع الساكنة والاعتقالات والتشريد؟ نحن تقلنا على أرض الجزائر أظنك ذكيا وتدرك التاريخ جيدا الثورة الجزائرية من أعظم الثورات في العالم وبدأت الثورة الجزائرية بالبندقية البسيطة بندقية الصيد حتى أسقطت أكبر مستعمر في القرن التاسع عشر من كان يظل أن فرنسا تخرج من الجزائر بدأت بالقبولة بدأت بالبندقية البسيطة هذا ما هو حال الشعب الصحراوي الآن الشعب الصحراوي اللاجئين الصحراويين عندهم أربعين سنة في الجزائر الشباب الصحراوي الآن عازم وأنا زرت المخيمات وتحدثت مع الشباب هم مسالمون هم يريدون أن يصلوا إلى هذا الحل عن طريق السلمي لكن إذا أغلقت هذه الأبواب لا خيار لهم أكبر ساعة للثورة الجزائرية هذا موضوع آخر أن تكون هناك اعتقالات لمواطنين شرفاء على عرض جزائرية نحن لا نتكلم نحن هناك عصاب أخي الكريم الثورة الجزائرية أشرف بكثير من أن تتكلم عنها أشرف الثورة الجزائرية أشرف بكثير من أن تتكلم عنها أرجوكم ضيفية ألقائنا لأنها ثورة المليون ونصف المليون شهيد ممتاز لا أحد هنا يتحدث عن الثورة الجزائرية أن تلاحظ ولو ملاحظة طيب بما أننا نتحدث بما أننا نتحدث هذا قضية أخرى نحن نتحدث عن الصحراويين عن القضية الصحراوية القضية العادلة وهذه هي القضية التي أريد أن أعود إليها المغرب يحاول إقحام يحاول إقحام الجزائر كطرف في هذا النزاع والجزائر قالتها وتقولها مرارا بأنها ليست طرفا مباشرا في هذا النزاع الجزائر مبدأ من مبادئها هو حق تقرير مصير الشعوب الشعوب المضطهدة الشعب الصحراوي هو آخر مستعمرة في إفريقيا سيد نور الدين بلال إدريسي يريد يجب الأمم المتحدة فقط أكمل هذه الفكرة ونظمة الأمم المتحدة هي المسؤولة حاليا عن حماية الصحراويون الموجودون في هذه المناطق المحتلة وحماية النزاع المضطهدات وصلت الفكرة الكلمة لسيد نور الدين بلال إدريسي لو سمعت ضيفك الكريم حشر أنفه في قضايا المغرب الداخلية وكان كل الأوصاف سيئة في الوقت الذي يقول هو يتكلم عن الحيادية وعلى أنهم يظهر عنده حساسية إذا عنده مرض واسمه المغرب عنده حساسية من المغرب وحب المغرب وأصدقائي مغاربة وحتى من العائلة تاعة في المغاربة الجزائر جار جار وبلد شقيق ولكن الجزائر ليست هي المدينة الفاضلة لا شك أنك تعرف الربيع الربيع المتقدم الخرق في الجزائر في 88 وكم ضحايا الاعتقالات كم أنا نشوف مظاهرات في العربية في المغاربية عائلات يبحث عن ذويهم مفقودين بالآلاف وبالمئات إذن لا تتكلم بهذه الطريقة التي هي غير موجودة يعني الجنة الفاضلة المدينة الفاضلة جمهورية فلطن إذن الجزائر ليست استثناءا من الدول العربية كلها ونحن نعرف الواقع العربي لأخريه إذن المهم هو كيف نبني مستقبل كيف نتجاوز المهاترات والمعاكسات للا فائدة منها وهناك من يقول أن الحل بالواقع حل صحراء الغربية بيت الجزائر هل هذا صحيح سيد محمد من خروف حل الصحراء الغربية موجود قلت فوق طاولة الأمم المتحدة وفيه مفاوضات فيه مفاوضات هل مفاوضات وصلت إلى نتيجة هذه النتيجة هي حق تقرير المصير ما الآن السؤال المطروح لكن هذه النتجة مجرد حبر على ورق حتى كيف يمكن الوصول إلى هذا الهدف إحصاء السحراويون الموجودون في المناطق المحتلة إحصاء السحراويون الموجودون في المخيمات إقامة مفوضات تتحدث عن كيفية مسار هذا حق تقرير مصير أما بعض غير هذا من مفوضات فقد تم أكل عليه الدهور الشريب ما رأيك في هذا الكلام سيد نور الدين بلال إدريسي وستكون هذه كلمة الختم من يمنع منظمات الممتحيدة والمحافظة السامية